الشراكة الجزائرية الإيرانية ستعرف نقلة نوعية بداية من 2016 بعد إنضاء عدة اتفاقيات تعاون ثنائية بين غرفتي التجارة والصناعة لكل البلدين تخص عدة مجالات على غرار إنشاء مصنع لتركيب السيارات وفتح خط جوي وبحري بين البلدين هناك اليوم شركة الجزائرية التي تناقش مع الشركة الإيرانية التي صنعها سيارات في الجزائر يجب أن يكون هناك شركة جزائرية موجودة معنا هنا سابعة عالميا ومستعدين أن يبنوا أكثر من 100 ألف سكن سنويا اليوم إذا ترفع الحضر يكون هناك خط جوي وخط بحري من البلدين رئيس غرفة التجارة والصناعة أكد أيضا على وجود فرصة كبيرة للشركات الوطنية لتصدير منتوجاتها نحو إيران لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين حجم المبادلات ضعيف تقريبا 100 مليون أو 105 مليون دولار نرفعه لمليار دولار إن شاء الله يكون من الجهتين من الجهة الجزائرية ومن الجهة الإيرانية رفع الحسار على إيران مطلع السنة المقبلة يعد فرصة كبيرة لرجال أعمال الجزائريين لخلق شراكة متعددة لمجالات مع نظرائهم الإيرانيين ما من شأنه إعطاء دفع للاقتصاد الوطني ورفع مستوى المبادلات التجارية الثنائية ترجمة نانسي قنقر